في بداية هذا الكون كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره ثم خلق السماوات والأرض ثم خلق الملائكة من النور فهم لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وخلق الله تبارك وتعالى الجن من النار فكان منهم الطيب ومنهم الفاسد ثم استوى عز وجل على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ثم شاء الله عز وجل أن يخلق آدم وذريته ليسكنوا الأرض ويعمروها فأنبأ ملائكته أنه سينشئ خلقا آخر يسعون في الأرض ويمشون في مناكبها ويخلف بعضهم بعضا فلما أخبر الله عز وجل الملائكة ذلك خافوا أن يكون ذلك لتقصير وقع منهم أو لمخالفة كانت من أحدهم فأسرعوا إلى تبرئة أنفسهم وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ذلك أنهم رأوا ما فعله الجن قبل أن يخلق الله عز وجل آدم رأوا ما فعل الجن من الإفساد وسفك الدماء فقد كان الجن قبل آدم بسنين طويلة فسفك الدماء فبعث الله عز وجل إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور وكان بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب ولقد أخبرنا الله جل وعلا بهذه الحقيقة في كتابه فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولقد خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك ثم خلطت هذه القبضة من التراب بالماء فصار الطينة ثم جف ويبس حتى صار كالفخار وكان آدم عليه السلام في هذه المراحل مجرد جسد بلا روح ولا حياة فبعد أن خلقه الله عز وجل من الطين صوره وسواه وجعله تمثالا كجسمه على صورة إنسان وتركه في الجنة مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله عز وجل وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما صور الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك وكان خلق آدم عليه السلام في يوم الجمعة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبد وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل وبعد أن نفخ الله عز وجل فيه الروح عطس وتحرك جسده ودبت فيه الحياة وأصبح إنسانا يتنفس ويرى ويسمع ففتح آدم عليه الصلاة والسلام عينيه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له سجود تحية وليس سجود عبادة إلا إبليس الذي لعنه الله عز وجل فخاطبه الله عز وجل قائلا قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولما طرد إبليس من رحمة الله جل وعلا ولعنه الله عز وجل إلى يوم الدين قام إبليس وأعلن عداءه لبني آدم أجمعين وكشف عن حقده الدفين على آدم عليه السلام وذريته فأقسم بعزة الله عز وجل على إغواء آدم وكل بنيه ما عدا عباد الله المخلصين اللهم اجعلنا منهم وهناك الكثير ممن يعتقد أن إبليس كان من الملائكة لمجرد أنه كان يعيش معهم وهذا خطأ كبير فلم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط ومن المعلوم أن إبليس خلق من النار وأن الملائكة خلقوا من النور وعلم الله سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام الأسماء كلها فعرفه أسماء كل الكائنات التي خلقت والتي لم تخلق بعد ثم عرض تلك المخلوقات والكائنات على الملائكة فقال عز من قائل فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فعجزت الملائكة عن ذكر هذه الأسماء فقالوا في أدب جم وتعظيم لله عز وجل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن ينبئ الملائكة بما عجزوا عن معرفته بيانا لفضله وإظهارا لحكمة الله عز وجل في استخلافه في الأرض فأخبرهم آدم بما عجزوا عنه فناداهم ربهم عز وجل بعدها قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ثم أسكن الله عز وجل آدم عليه السلام الجنة فكان يمشي فيها وحيدا ليس فيها من يجالسه فأحس آدم بالوحدة والوحشة فأكرمه الله عز وجل فخلق له حواء من ضلع من أضلاعه أثناء نومه ثم استيقظ آدم فوجد امرأة عند رأسه خلقها الله عز وجل لتسكن إليها نفس آدم تسمى حواء وسميت بهذا الاسم قيل لأنها خلقت من حي وهو آدم عليه السلام وهنا جاء الأمر من الله جل وعلا فقال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وفي ظل هذا النعيم العظيم الذي كان يتمتع به آدم وزوجه حواء عليهم السلام جاء التحذير من الله عز وجل فحذره من كيد هذا العدو الذي اجهر بعدائه لآدم ألا وهو إبليس ورغم أن الله عز وجل قد حذر آدم وحواء من عداوة إبليس إلا أن هذا الذي لعنه الله استطاع أن يحتال عليهما ويوقعهما بالكذب في المعصية فراح إبليس يوسوس إلى آدم على جهة الإغواء والمكر والكذب فلم يقبل منه آدم ذلك فكرر إبليس وسوسته يوما بعد يوم فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل وزاد أيضا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وهنا نسي آدم عليه السلام أن الله عز وجل حذره ونهاه عن الاقتراب من هذه الشجرة المحرمة بل نسي أن إبليس هو عدوه وعدو ذريته إلى يوم القيامة فلما نسي آدم عصى ربه وأكل من هذه الشجرة المحرمة وأكلت حواء معه ولم يكد آدم عليه السلام ينتهي من الأكل من هذه الشجرة حتى أحس بالحزن والألم والخجل وهنا بدت له عورته لأول مرة وكان الله عز وجل قد سترها عنه فلم يرها قبل ذلك فخرج آدم وزوجه حواء عليهم السلام عن أمر ربهما بمشيئة الله عز وجل وعلمه سبحانه وناداهما ربهما مذكرا لهما قائلا ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فأناب إلى الله عز وجل ورجع إليه ونديما على ما فعلا وطلبا العون من الله تعالى والتوبة والمغفرة والعفو قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب الله عز وجل وهو التواب الرحيم على آدم وحواء عليهم السلام وهنا جاء الأمر من الله جل وعلا بهبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض التي أعدها الله عز وجل وهيأها ليعيش فيها آدم وذريته إلى يوم القيامة فأهبطوا جميعا إلى الأرض آدم وزوجه وإبليس وقبيله هبطوا جميعا ليصارع بعضهم بعضا وليعادي بعضهم بعضا وكتب على آدم وذريته أن يستقروا في الأرض ويمكنوا فيها ويستمتعوا بما فيها إلى حين قيل إن هذا الحين هو أجل كل إنسان حتى يموت وقيل هو يوم القيامة وهو الأجل الأخير وإن الله عز وجل حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثمارنا هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وهذا ما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله ولم نقف على دليل صحيح من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤكد هذا الكلام كتب الله عز وجل على آدم وحواء وذريتهما الحياة في الأرض والموت فيها ثم الخروج منها فالبعث يوم القيامة ليعودوا إلى ربهم عز وجل فيدخل من استحق منهم الجنة برحمة الله تبارك وتعالى ويدخل من استحق منهم النار بعدل الله عز وجل في نهاية الرحلة الكبرى رحلة الحياة الدنيا فمنذ خلق الله عز وجل آدم وحتى قيام الساعة سيظل إبليس هو العدو الأول لبني آدم قال الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فليتنا نتعيض بتلك القصة ونسلك طريق الطاعة والإيمان ونحذر من خطوات الشيطان لنفوز بجنة الله عز وجل والرضوان اللهم آمين هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته